جميعنا نأمل من داخلنا أن لا يحدث ما توقعه العلماء مؤخراً بما يسمى الزلزال الكبير الذي قيل إنه سيصل إلى عشر درجات في توركيا وستتأثر بسببه العديد من بلدان العالم لكن ما يحدث للأرض مخيف فأي ذوب فجأة أكبر أنهار العالم الجليدي وأن تهبط القشرة الأرضية مهددة ما يقرب من عشرة آلاف قرية فهذا أمر غريب فهل تستعد الأرض لشيء نجهله؟ وهل تتعاون الطبيعة مع الأرض لتعلن عن غضب الرب؟ كشفت لقطات للأقمار الصناعية التابعة لمؤسسة روسكوسموس الروسية عن ذوبان نهر ثويتس الجليدي والمعروف باسم نهر القيامة وهو ثاني أكبر نهر جليدي في القارة القطبية الجنوبية وتظهر الصور كيفية ذوبان النهر الجليدي بسبب طيارات دافئة تنبع من الداخل وأفادت دراسات سابقة أن الماء الدافئة يشكل هياكل تشبه الشرفة في قاعدة الجرف الجليدي كان الذوبان يحدث بشكل أسرع من المتوقع ما جعل العلماء يشعرون بالخطر حيث أنه لم يحدث ذلك في السابق ولم يتعرض الباحثون لمثل تلك الحالة وقال علم المناخ الروسي أليكسي كوكرين في تصريحات سابقة إن ذوبان منظومة الأنهار الجليدية في القارة القطبية الجنوبية بما في ذلك نهر الثويتس الجليدي سيرفع مستوى المحيط العالمي بمقدار ثلاثة أمطار بالفعل في القرن الثاني والعشرين ويعتقد الخبير أن السيناريو الأسوأ أن يصل ارتفاع مستوى المحيط إلى خمسة أمطار تحت تأثير جميع العوامل وكشفت الخرائط مؤخرا عن قنبلة موقوطة إذ حدث هبوط أرضي غريب يصل إلى أحد عشر بالمئة من الكرة الأرضية لأن القشرة الأرضية هبطت بعد الأحداث الأخيرة وهذا معناه أن أكثر من تسعة وثلاثين مليون شخص مهددون تماما حيث تمر القشرة الأرضية بأسوأ حالاتها منذ عقود مضت ما يهدد أكثر من ثلاثمائة وثمانين مدينة ونحو تسعة آلاف وثلاثمائة قرية مهددة بالهبوط تحت الأرض الخطير في الأمر أن بوادره بدأت بالفعل فمناطق مثل تهران وخراسان وبعض المناطق بسوريا بدأت تسجل هبوطا في الأرض وتتحكم الدول الأوروبية واليابان في الهبوط الذي يحدث للأرض كل عام ويصل إلى واحد سنتيمتر لكن ما نتحدث عنه ويهدد بعض الدول العربية يصل إلى سبعة عشر سنتيمترا وأرجع العلماء سبب الهبوط الدائم إلى جفاف الأنهار واستخدام المياه الجوفية بشكل مفرط للغاية ما يؤثر على القشر الأرضية ويخلق شقوقا عميقة ويهدد بهبوط الأرض بمن فيها ولا يعرف العلماء وقتا معينا لحدود ذلك بينما العالم الهولندي فرانك هوجر بيتس لا زال مصمما على رأيه بتأهب العالم جيدا لما يسمع بالزلزال الكبير والذي بحسب كلامه سيضرب تركيا ويهددها بخسائر فادحة وقال إننا على موعد بما أسماه تقارب الهندسة الكوكبية في الفترة من الخامس عشر إلى السابع عشر من مارس ما يعني أننا سنشهد حدوث نشاط زلزالي كبير تقريبا من السادس عشر وحتى التاسع عشر من مارس وعلق بأن ما يحدث للنهر الجليدي أو القشرة الأرضية هو أمر طبيعي للغاية نتيجة الأنشطة الزلزالية التي تحدث لكوكب الأرض ليبقى الخوف مسيطرا من أن نستيقظ فجأة على خبر جفاف أحد الأنهار أو ابتلاع الأرض لمدينة من المدن أو الرعب الأكبر الزلزال الكبير